احمد ربي دائما مسلما مصليا على محمد والآل والأصحاب وقارئا تالي الكتاب وقال آمرا به مؤكدا ورتل القرآن يعد جودا ولك في قول علي سندا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فضل بعض الأيام على بعض بل وبعض الشهور على الشهور وتفضل على هؤلاء بنقل آيات القرآن من الصطور إلى الصدور بعفوه ومنه وكرمه وجوده إنه هو العزيز الغفور إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد برنامج تعليمي تجويد صرف ثم بعد ذلك نعرض تلاوات ومواهب مكاتب التحفيز الشرعية بمكتبنا بسنصفته ومكتب الجمعات الشرعية فرع الزاوية طرازين والكتاب قبل أن أعرض محتوى البرنامج الكتاب ليس مكان لتحفيز القرآن فحسب بل إذا وجد المحفظ الذكي من عنده موهبة نماها من رسم وشعر وابتهال وحسن صوت ينمي هذه عند الطالب أو عند الحافظ صغيراً أم كبيراً هذه همسة في أذن كل حاب محفظ أما محتوى البرنامج تجويدي النهاردة هناخد قصة حرف النهاردة هنبدأ بحرف الهمز والهمزة فرق بينه وبين الألف فرق شاسع النهاردة هتكلم عن الهمزة فقط الهم له خمس صفات أولاً لهمزة مخرجه فين؟ أقصى الحلق أقصى الحلق ثم لأقصى الحلق همز هاء أقصى الحلق أي من هنا؟ قبل السطر قبل السطر أأأأأ والهمزة فيها شدة وحرف مستفل فيها خمس صفات ثلاثة أقوياء واثنين ضعف طيب أنا عايزة حقق الصفة بدون أي وحقق المخرج بدون أي فلسفة أنا عندك تقرأ الكران ويقول لك ويا سماء وقلعي دي قراءة صحيحة بس مش لحافظ ويا سماء أأأأأأأأأأأأة هنا مثلين كبير وحقق حركة الهمز أوليك خطأ أولوك لا 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 تفريت ولا تكلف ما تكلفشي باللطف في النطق بلا تعسفتي ما تكلفشي إن أنا أقرأ ويأطلع الحرف لا إحنا القرآن الكريم عنوانه باللطف في النطق بلا تعسف أما حبيت تتعلم في الأول شد على مخرجك وحققه وبعد كده هنا عدل وحده وأكتفي بهذا القدر وسأعود إن بقي لنا شيء أما الآن سأعرض عليكم تلوات ومواهد مكتب تحفيظ القرآن الكريم بالجمعات الشرعية فرع زوات رزين ومكتبنا مركز يثلب لتحفيظ القرآن الكريم قلة تنصب نتفضل مع الشيخ علي أسرف شاكل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال جزاك الله خلال شخص عليكم من يشاء ما الدواج أنا عارف أنت أول مرة والرغبة والخوف طيب نستعمل نهارده معنا محمد رمضان لينا نهارده عندك بسانة يا محمد تضرب له ملك يا علي سألكم ملك عندك كم سانة يا محمد تقرب المايت ستة واخبارك ايه حفظ كم جود أني تأكد ثلاثة ولا أربعة ثلاثة طيب ما تسمعنا كده اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبع لله ما في السماوات وما في الأرض آل ملك الكدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذاكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يرحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من يشاء من يشاء من يشاء والله دول فضل العظيم ميلي بساعدك في الحفظ قرأ بالمية ميلي بساعدك في الحفظ في البيت ماما ماما طيب تقول لها إيه تقول لها إيش حاجة طيب سوك لها محمد تفضل يا شوكيلال أخبارك كويس الحمد لله على صوتك على صوتك قرأ بالمية وعلى صوتك كويس الحمد لله أخبارك إيه كويس متأكد سمعنا كده أو بعد كنت أتكلم معك يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وربك برضو وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكسر ولربك فصبر فإذا نقر في الناقور في الناقور فذلك يومئذ يومئذ يوم عصير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لما مدودا وجعلت له ما لما مدودا واجعلت له ما لما مدودا أولي شكرا عليك شكرا أشخي أحمد حافظة كم جزء؟ أنا في صورة النساء يعني فاضي لك البقرة وقالي عمراء تختي من القرآن؟ هم بتبقية كل يوم قدي ودي لسهلة على فكرة أعزائي المشاهدين هجعلها في الفقرة الحوارية بتاعت البرنامج وهشوف مين بالزبط هل الدراسة فعلا هل القرآن عائق عن الدراسة ولا دي حجة من ضمن الحاجة اللي كلها من التكئ عليها مريم عندي كم سنة مريم؟ عشر سنين عشر سنوات فاضي لها صورتين وتختم القرآن الكريم كاملا سورتين وتختم القرآن الكريم كاملا قالي عمراء والبقرة تبقى ختم القرآن الكريم كاملا طيب مستمع إلى مريم؟ فضل يا مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النساء يا أيها النا ستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبس منهما رجالا كثيرا ونساء ونساء في المد ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأقلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ضيفت عليك يا مريم وآتوا اليتاما أموالهم 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 يعني مستوى يكاد أن يكون رائع طبعا طبعا في بعض الأخطاء بعض الحروب لإنه لسه ما تقومش مخرج الولد إلا بعد سن معين ولكن من شب على شيء شاب عليه تفضل يا أستاذ فاطمة عبدالسطار تفضل يا قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم لقرآن قلق الإنسان علمه لبيان الشمس والقمر بحزبان وعجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالكست ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأمام فيها فاكرة والنخل زات لأكمام شكرا يا فاطمة أنت بتقول كالله بس بصراحة ما فيس أدنى مشكلة كبريا يبدأ نضبط حرفنا تجويد رائع ودي يعني أنا ضد اللي بيحفظ بدون تجويد أو ضد اللي بيحفظ في الكتاب اتعودنا من والدي رحمة الله عليه الشيخ محمد التعمى وتعلمنا على ده أقرأ الأسمع الورد والماضي وبعد كده أصح الورد جبل ما ممشي لو غرضت غلطة أو اثنين أو ثلاثة أبدأ أصحه مرة كمان وروح يعني حولها بالبلد ما طلعش ينفعلها بالعم يعني العجين عشان يتخبز لازم يتخمر فيتحفظ ونام بعد كده أهوم الصبح أصلي وقرأ وأخش على جوجل وادخل وابحث هتلاقي اللي أنا بقوله ده مصبوط القرآن أكتر عمل وإحصائية على ألف خاتم للقرآن لو لم يوصب أحد منهم بمرض الزهايمر موجود مش كلام إنشاء ولا كلام عدف وهرجع بعد كده إن شاء الله بس إيه أسمع التلوات والشعر معنا والإبتهالات فأكد أرجع لحضراتكم حتى لا أقول من وقت هؤلاء الزهروات والزهور تفضلي يا ميار تفضلي اسمك ميار هاني فتحة ببراهي تفضلي يا ميار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ما يفت عليك إنه إن شاء الله لا قوة إلا بالله أنا بصراحة فجدت بالمستوى روعة والله إحنا تأخرنا عنك كثير طبعا كانت أنا في أحد الحلقات ولكن تأخرت فعدتها الحلقة طيب ننتقل من القرآن الكريم إلى الابتهال مع الشيخ محمد رضا سليم نتفضرش محمد دور ماتنا مولاي إلي ببابك قد بسطت يدي من لي ألوز به إلاك يا سمر مولاي يا مولاي مولاي إلي ببابك مولاي إلي ببابك مولاي إلي ببابك مولاي إلي ببابك أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمزو دعائك أدعو وهمزو دعائي بالدموع ندي بنور وجهك إلي عائز واجل ومن يعز بك فلن يشقى إلى الآباد مهما لقيت من الدنيا رضاها فأنت لي شغل عما يرى جسد تحلو مرارة عيش في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك ولا أطيق سخطا على عيش من الرواد تحلو مرارة عيش في رضاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله يفتع عليك يا شيخ محمد الله يفتع عليك ما شاء الله لك وات إلا بالله ننتقل إلى أنشودة مع منا زريف أختاه وعودي للحجاب فإنه ستر يقيق قساوة الأشواك إن اللآلئ دائما في مأمني في البحر لا تخشى من الأسماك في البحر لا تخشى من الأسماك أختاه وعودي للحجاب فإنه ستر يقيق قساوة الأشواك إن اللآلئ دائما في مأمني في البحر لا تخشى من الأسماك أختاه وعودي فالذئاب كثيرة ترنو إليك بسمها الفتاكي هذا نداء الله لا تترددي وسعي إلى تصبيقه برضاكي الدين طهور والصلاة وقاية والصوم كنز والحجاب رداكي ودعي دعاة الجاهلية ينهقوا لا تتركهم يسعدوا بشذاكي لا تتركهم يسعدوا بشذاكي قولي لهم إن الحياء رداؤنا واثقي بأن الله لن ينساكي قولي لهم إن الجهاد طريقنا والله جل جلاله يرعاكي والله جل جلاله يرعاكي شكراً لزيلاً مزاجة كلها خيراً كثيراً منا تفضلي يا أمينة تفضلي يا رب الميت تقولي أنت في سنةك في صف الكامل أول السنة أول الثانوي تحفظوا كلنا طبعاً الكتب أه بس الكوران بعطل عن الدراسة لا طبعاً نعم؟ لا طبعاً ليه؟ دي هو بندول والكوران بشنرفنا ما لا يعجوها البرقة بتاعتنا تمام طيب تقولي إيه اللي يقولك الكتب إيه وقرآن نخلي دلوقتي في الأجازة خلاصة الأجازة الصيفية يستغلها في القرآن خلنا في الدراسة والدروس بس تقولي لهم إيه؟ وتقولي إيه أولياء الأمور؟ أنت بنتهم قولي طبعاً دا غلط القرآن لازم أن هو أهم جزء في حياتنا لازم أن نخصصه نخصله جزء في حياتنا كلها في مذاكريتنا في مدرسةنا في أي حاجة مثلاً ما نجي نذكرهم نبقى فيه فصل بين المذاكرة لو هنحفظه فيه خمس دجاج بس نص صفحة نص صفحة مع نص صفحة هتكون ربع لحد ما أنا خلاص إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولاً من الرب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أغل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتجهد أرجلهم بما كانوا يكسبون جزاكم أخيراً يا أمينة جزاكم أخيراً كثيراً اتفضل محمد أزل العصر اتفضل محمد ادي محمد الأزام اتفضل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الصلاة هيا على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله رب العالمي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءتنا حولا ذهب الله بدونهم وتركهم في ظلبات لا يبصرون صم بكم عميا فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات وراد وبر يجعلون صابعهم في آذانهم من الصواعق من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كل ما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الله يفتر عليك يا بسوة جزاكم الأخيرا كثيرا ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله يفتر عليك بلك في ولدك وفي من حطبك ما شاء الله إن عليه الحلاوة فعلا والله إذا شئنا وإذا أردنا السعادة فعلينا بالقرآن الكريم برضو مشكلة من إنسوا في أول تاني آية في سورة طاهة يقول الله جل وعلا طاهاء ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى عكس الشقاء عكس الشقاء بل لتسعد ولتسعد الأمة كلها والدنيا كلها كل العالم يسعد بالقرآن الكريم كل العالم مسلمين وغير مسلمين القرآن نزل للدنيا كلها القرآن نزل ربنا يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك للناس كافة القرآن ياللي ما بتقرأش القرآن وتود على القفيهات والقهاوة وغير ذلك وضيع وقت يقول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضاكة ونحشره يوم القيامة أعماء قال ابن عباس الذكر هنا هو قراءة القرآن 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 يرفع الله من يحفظه فوق السبع الطباق القرآن في بروم والبرنامج بتاعنا الله يجزي إخواننا خير من قاموا به واجعله في ميزان حسنتهم أكمل عليه وأقول استمع إلى قول ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رأي من القرآن يقول هم حملة القرآن الله يصطفي الناس كلها تتصفى المصفى تتصفى الناس كله واختاروا الله سبحانه وتعالى من يحمل كتابه من يجعل القرآن العظيم نصب عينيه يتلوه آناء الليل وأطراف النهار بس لا فيه فضل للقرآن أعظم من كده فضل إن ربنا سبحانه وتعالى يسمع كلامك الدعاء بعد ختم القرآن مستجاب صفحة كل يوم بلاش صفحة ثلاث آيات كل يوم قبل ما اتنام عطر عينيك بالنظر لكتاب ربك اجعلها آخر حاجة قبل ما اتنام اقرأ آيتين اتنين افتح المصحف ما فيش حد فينه اللي أمعطى تطبيق القرآن مصحف واثنين وثلاثة على الجوال ساعد بيجي عند المصحف يقرب على طول بسرعة يشوف أي تطبيق داني واتس آب لعب غيره إنما يجي عن المصحف يعديه طب هو ده أناملك يا بيتو اقرأ آيتين اتنين بس اعرض نفسك عليهم ونام بيهم ونام عليهم يمكن ربنا يا رتب قلبك بدل ما تقرأ صفحة بعد كده تبدأ بآية اتنين عشرة القرآن مذاق تذوق القرآن عمرك ما تنسى القرآن أبداً وانت نفسك تحس أنا مولد عادة كثيراً اللهم اجعل شهواتنا فيما يرضيك عننا اللهم اجعل شهواتنا فيما يرضيك عننا تلوة القرآن مش عشان أنا محفظ قرآن أو غيره لا اقرأ القرآن اقعد مع أولادك اعرض آية من كتاب الله يا أولاد زي بتسألهم على الدروس مع احترام المدرسين اسألهم رح تيبني الكتاب حفظت النهاردة من القرآن وأعود إلى ظهرواتنا وانساء الله مي محمد سعفان حفظ الله تقرأ ما يتيصر لها من كتاب الله عز وجل افضل يا بيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رذقناكم من عقبن أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا ناع له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَأُودُوهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الله يفتح عليك وبرك فيك ما شاء الله الله يفتح عليك يا بنتي وارحم وليك ويجعلك في ميزان حسناته إن شاء الله ونستمع إلى نجمة زوية الرزيم معانا نهاردة إيمان سعيد توضلي إيمان سعيد حميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حزبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم ما شاء الله إيمان الله يجزيك خير الله يبرك لك ما استمع إلى حبيب محمد الفقي أعمل إيا حبيب أخبارك كويسة كويسة أو إلا مش كويسة كويسة طيب إيا الحمد لله يلا تفضلك رأي ستة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم جزاك من الله الرحارة حبيبي ما شاء الله لك واته إلا بالله ربنا يبرك لك نستمع إلى ختمة كوران بليك كم سنة الرب الميت سنة خمس ختمة كوران كاملا ترنا تسمعين كده بسم الله الرحمن الرحيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه أتوقفي ربه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إختي الله يفتح عليك إن شاء الله لك وتعلم الله برك لك حنان المايك تفضل يا أستاذ إيمان معنا إيمان الفشهوي خذنا لك ورهبا برك لك حنان سنة سنة طيب سمعينا كده ونرجع معك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرعا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله يفتح عليكم إن شاء الله نقوى الشند الصعيد كنا نتكلم عن الهمزة أخواني المشاهدين كنا الهمزة لها خمس صفات ليه عندي الشدة صفة قوية والجهر صفة قوية أما الاستفال والإنفتاح صفتين ضعف طيب بالهمزة عايزة غمزة أي دفعة عشان تخرج بدون أي أكل في الصفة منها أو بدون تحقيق صفتها أو مقرجها وأنا بقرأ أقول مثلا يأتونا يأتونا لا أقول يأتونا خطأ ولا أقول يأتونا لا هي قراءة يتجوز عندها ورش وغيره يأتونا يأتونا لنحف ثقل جدا همزة عايزة غمزة عايزة دفعة لتحقيق مخرجها أأنذرتهم ما أقولش أنذرتهم صراط الذين أنعمت بقولش صراط الذين أنعمت أنعمت وإخواني مشاهدين القرآن الكريم عليكم بدفع أولادكم دفعا وتشجيعه وتشجيعهم لحفظه وقبل أن أختم أتقدم بخالص الشكر إلى إخواننا في القوات المسلحة الذين ساهموا معنا وأمنونا حتى أتينا إلى هنا وما قصروا معنا في الطريق وعلى وصف وأشكر رجال الداخلية مأمو قسم مركز منوف خالد بي خربوش ورئيس المباحث خالد بي مكاوي لهم منا جزيل الشكر كما أشكر إخواني الذين عوانوني في هذه الحلقة وعلى رسيم الدكتور شعبان عبد الجيد وأعتذر لمي صلاح وأعتذر لمي عبد العزيز خفاجة على عدم حضورهم معنا لكثرة الأعداد وأقول لهم إن شاء الله معنا في الحلقة القادمة بإذن الله وأختم بآيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كره ولا تعضلوهن لتذهبوا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لكم مني جزيل الشكر وأشكر المهندس جلال خير الله على رعاته معنا في هذه الحلقة الكريمة قما أتقدم بخالص الشكر إلى من سهى معنا حينما علم بذلك ومن شجعنا ولو بحرف ومن دعا لنا وأيادنا وأشكركم جزيلا أختي أعزائي المشاهدين ولكن وصية من القلب أتمنى أن تصوير قلب اجعلوا القرآن العظيم نورا يضيء صدوركم وقلوبكم فهو المبرس لنا جميعا أختم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا للمشاهدة